بالزي المدرسي الموحد وبخطوات ثابتة تسير الشدجة نحو العلم والمعرفة هذه النيجيرية البالغة من عمر خمسين عاما لم تتقدمها المدرسة قط بعد ان حرمت من التعلم في طفولتها بسبب ظروف خاصة لكنها قررت تدرس وتتعلم من جديد في فصل لا تتراوح أعمار أغلب طلبته لإقدين لا أخجل من ارتداء الزي الرسمي عندما أذهب للمدرسة أحمل محفظتي وبها كتبي ولا تهمني نظرات البعض لي داخل الفصل تتابع شدجة دروسها محاطة بالطلاب تشارك في الدروس وتردد العبارات وتجيب عن الأسئلة كما تعتبر نفسها طالبة لا تختلف كثيرا عن الآخرين شد لا مشكلة لديها في التواصل مع الطلبة تتعلم منهم تلعب معهم وتناقشهم وحين لا تفهم شيئا لا تتردد في طرح الأسئلة على زملائها في القسم عندما كانت شد طفلة كان من الصعب التوفيق بين المدرسة والعمل في متجر خالتها واليوم وبعد الانتهاء من الفصل تعمل في متجرها حيث تصنع الحقائب والمحافظ كما تنوي مواصلة تعليمها يمكن للناس من حولي القراءة والكتابة وهم ناجحون في أعمالهم لا يعترف العلم بالأعمار ولا بالأجناس بل الإرادة هي الأساس في النجاح عودة شد جاء إلى المدرسة مفتاح جديد لاسترجاع ما ضاع منها خلال طفولتها وتبقى العزيمة أساس أي نجاح كان